فساد يزحف بكل الاتجاهات يتسع نفوذه ليستهدف التاريخ كما يستهدف الحاضر تحذيرات متتالية من باحثين ونشطاء في النجف بشأن مخطط يستهدف طمس المعالم الأثرية للمدينة في منطقة الطارات بذريعة إقامة مشاريع استثمارية ومقابر التجاوز وصل إلى حد كبير كنا في مرحلة الإهمال الآن أصبحنا في مرحلة التجاوز والإلغاء أنت من تحول هذه الطائرات إلى مناطق مقابر تباع على قطعة صغيرة لمواطني عادين ويفعلون بها ما يشاءون لنصارت ملك خاص أنت أنهيت ملك دولة وحولت إلى ملك خاص ورح يلغي من الوجود أصلا ويعتبر من الآثار والمعالم الأثرية المنقرضة من المحاسب وقبل المحاسب هو من المسؤول أيضا بالنسبة للموضوع الطائرات الموجودة بالنجف هي تعتبر معلم أثري قديم جدا بالتالي ما لاحظه سيطرت بعض الأحزاب الفاسدة وبعض الشخصيات على تلك المعالم الأثرية والاستفادة من عندها وتحويلها إلى مغانم حتى في بعض المناطق الأخرى من النجف اللاحظ وجود مجمعات سكنية على معالم أثرية وجهاء وناشطون توجهوا إلى موقع الطارات الأثرية في النجف للتحقق من وقف التجريف بناء على وعود من محافظ النجف لؤي الياسري الذي يتهمه مواطن النجف بأنه أساس الفساد في المحافظة أساس الفساد في محافظة النجف الأشرف هو المحافظ كل الأوراق التي تصدرها والموافقات التي تصدرها موافقتها يطلع هو بالعالم أمام الكاميرا يقول بأنه نحن لا مطين موافقات لاي لكن بالوثاق وبالأدلة بموافقة سيد لؤي الياسري موافقة نائبة موافقة قائد شرطة النجف الأشرف إدخال آليات من أجل تحطيم معلم تاريخي صار لآلاف السنين لمحافظة النجف الأشرف ومكان ما يكون مورد اقتصادي اليوم الأحزاب المتنفذة أخذت تفتك بالعراضة النجفية سواء على مستوى الاستثمارات أو سواء على إلغاء المناطق الخضراء أيضا على أعلى وحدة الإدارية وهي إدارة المحلية للنجف الأشرف سواء المحافظ أو النواب وتشكل الطارات إحدى الظواهر الطبيعية لمدينة النجف وتقع في الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة لكنها اليوم تواجه خطر الاندثار والإزالة لتنفيذ مشاريع يرى أهالي النجف أنها تأتي لمصلحة ساسة ومتنفذين في حلقات أخرى من مسلسل الفساد الطويل في العراق